ذئب في باب الثانوية اجيال كثيرة تذكر الراعي والغنم في سلسلة كتب اقرأ للمطالعة كان الصبية لا يخفون ارتياحهم حين يبلغون الى اخر القصة التي يحكيها النشيد كانت تقول هرب الذئب هرب الغادر كانت نهاية سعيدة لقصة يتحاور فيها الراعي والغنم كانت تلك القصة ترسخ في مخيال الصغار صورة الذئب الشرس المتربس بالغنم بالخراف الوديعة وكانت في الان نفسه تورث الصغار تلك الاحالة القوية على صفات الذئب لدى كائنات بشرية انتهازية تتربس بقليل الخبرة والتجربة والغافلين ومن هم في حكمهم وكثيرا ما نسمع فلان ذئب ماكر وكثيرا ما حذر الاباء ابناءهم من ذئاب الشارع من فصلة تلك الذئاب البشرية اولئك الذين يشاهدون عند ابواب المدارس والثانويات يترصدون التلميذات وينصبون لهم فخاخا تتعدد الوانها واشكالها نحن في العام ثمانية وتسعين تسعمائة والف امام ثانوية ابن الخطيب بسلة تعود التلاميذ على رؤية سيارة فاخرة تقف غير بعيد عن باب الثانوية كل مساء قبيل خروج التلاميذ كان سائق السيارة رجلا يبدو في عقده السادس وقد دأب على ان يصطحب كل مساء من باب الثانوية فتاة من تلك الفتيات وهكذا وقعت في شباكه نور الاخضر ذات الستة عشر ربيعا رصدها وصلت عليها فتاة من بنات الثانوية كانت تقوم لحسابه بدور الوسيطة لدى من اشتهتها عينه كان يدفع بسخاء للوسيطة ولمن تقع في حباله وكان فضلا عن ذلك يعد الواحدة منهن بانه سيحرص على ان لا تفقد عذريتها كان يعلم ان لحيته الكثة التي غزاها الشيب بانتظام بديع تضفي عليه وقارا ولن يشك احد في ان التي تكون معه في السيارة انما هي ابنته او حفيدته لم يشك احد يوما فيما يقوم به ركبت نورا ذات مساء الى جانب الحاج وتحركت السيارة الفاخرة السوداء من امام ثانوية ابن الخطيب واخذت وجهة الهرهورة كان الحاج يملك هناك سكنا ثانويا تكررت اللقاءات كان الشيخ يعاملها بلطف وقد بدى حريصا على ان لا تفقد عذريتها وكان يدفع لها بسخاء في كل مرة يعيدها الى سلا ذات مرة حدث الذي كانت تخشاه نورا فقد الشيخ التحكم في نفسه وفقدت اليافعة عذريتها صدمت الفتاة لقد ضاع منها عنوان شرفها وشرف اسرتها ويا لهول ما تقبل عليه من ايام نهض الشيخ ومضى الى الحمام يغتسل ويتوضأ لصلاة المغرب لما كان في الحمام هاتفت نورا زميلتها وسيطة الحاج حكت لها الذي حدث نصحتها بان تطالبه بايجاد الحل واشارت عليها ان تستعمل هاتفها النقال لتسجيل ما سيدور بينهما من حديث لما فرغ الحاج من الصلاة صاحت نورا في وجهه قالت له انه افقدها شرفها وما عليه الا ان يجد الحل صمت ولم يرد ادخل يده في جيبه واخرج بضع وريقات من فئة مئتي درهم وناولها نورا قالت الفتاة وهي تبكي انما تريده ان يتزوجها وان يصلح غلطته اذاك سقط عن الشيخ قناع الرجل الطيب الهادئ صار يصرخ في وجهها وينعتها بشتى النعود نعتها بالعهر كانت نورا قد اطلقت عملية التسجيل بواسطة هاتفها الذي دسته في ملابسها الداخلية قال لها انه لا يخاف وعيدها وتهديدها لم يشفع لنورا بكاؤها ولا توسلها ولا قولها ان الذي حدث سوف يعرضها للطرد من البيت لان اسرتها سوف تتبرأ منها كل ذلك لم يشفع لها بالنسبة للشيخ الوقور فان نورا ليست سوى لحم طري استهلكه بمقابل مالي وكفى خرج من تلك الدار المطلة على الشاطئ في الهرهورة ركبت الى جانبه كانت تتوسل اليه ولما لم تر منه تجاوبا لجأت الى الصراخ علها تلفت انتباه مارة او شرطي يتدخل كانت تحاول الامساك بالمقود وكان هو يرد بصفعها وضربها في انحاء مختلفة من جسمها الطري زاد من سرعة السيارة ولما بلغ منطقة شبه خالية توقف نزل ودار حول السيارة وفتح بابها اخرجها والقى بها بقوة على الارض سقطت على مؤخرة رأسها اغلق الباب ركب وانطلق مسرعا ظلت نورا ملقاة على الطريق عدة دقائق قبل ان يكتشفها سائق تاكسي كان مارا من هناك ابلغ الشرطة حسب ان الامر يتعلق بحادفة سير فر مرتكبها لما وصلت الفتاة الى المستشفى كانت قد فارقت الحياة صباح اليوم التالي حضر الى مفوضية الشرطة بسلة والد نورا الاخضر جاء يبلغ عن غياب نورا قال انها ذهبت الى الثانوية ولم تعد في المساء ابلغه الضابط المسؤول عن تلقي البلاغات بان شرطة المرور نقلت الى المستشفى مساء امس فتاة قضت في حادثة سير لما توجه والد نورا الى المستشفى في مستودع الاموات تعرف على ابنته تم تسلمه ملابسها وما كان بحوزتها من اشياء وفي جملتها هاتفها المحمول الى حدود تلك الساعة كانت الشرطة تعتقد ان نورا ذهبت ضحية حادثة سير مقرونة بجنحة الفرار ضحى ذلك اليوم شاع في ثانوية ابن الخطيب خبر مقتل نورا الاخضر في حادثة سير كان للخبر وخز في ضمير زميلتها تلك التي توسطت للشيخ حتى مكنته منها وسواء بسبب وخز ضمير او خوف من ان يفتضح شأنها فقد قررت تلك المراهقة ان تتقدم الى مفوضية الشرطة بسلا لتقول ما تعلمه عن اليوم الاخير في حياة نورا الاخضر استمع العميد رئيس المفوضية الى تلك الفتاة التي اخبرت عن قصة الهاتف النقال قالت انها تعتقد ان نورا سجلت كل ما دار بينها والشيخ الذي لم تكن تعرف له اسما غير الحاج صارت الشرطة الان امام جريمة قتل يتعين فك لغزها ابلغ وكيل الملك بالمستجدات واوكل الى العميد الاقليم رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية البحث فيما جاءت به زميلة نورا في سياق ذلك التحري حضر الى منزل عائلة الاخضر الضابط الممتاز محمد الهيلوتي وقام بحجز الهاتف المحمول لنورا كانت البطارية بحاجة الى شحن بعد ساعة تسنى للمحاققين الاستماع الى كل ما دار بين نورا والشيخ في المستودع البلدي للاموات كان الطبيب الشرعي قد باشر فحص جثة نورا استنتج ان بكارتها افطدت منذ ساعات كما تم رصد سائل منوي كان يتعين على الباحثين ان يصلوا الى الفاعل لم يكن لديهم من سبيل غير الاعتماد على ما ستدلهم عليه الوسيطة زميلة نورا هي تذكر انها لما وقعت في شباكه في الموسم الدراسي الفائت استحبها الى عمارة كانت في طور البناء وكانت بها مع ذلك شقة مجهزة ومفروشة استنتج المحاققون الامر يتعلق بشقة نموذجية استحبوا الفتاة الى المكان تعرفت على العمارة بالرغم من ان عمارات اخرى نمت بجانبها بالنسبة للضابط الممتاز محمد الهيلوتي فان الذي كان يستطيع استعمال الشقة النموذجية يجب ان يكون من المسؤولين عن المقاولة التي تولت بناء العمارة ان لم يكن صاحب العمارة نفسه ولذلك توجه الضابط الى السلطة الادارية واجرى بحثا على مستوى الجماعة مكنه من معرفة اسم الشركة مالكة المشروع تسلسل البحث بسرعة ومكن من معرفة المتصرف الوحيد للشركة اسمه ابراهيم بحسين ويسكن في حي سويسي في زنقة طاه حسين بالرباط انتقل الضابط الممتاز الهيلوتي ومعه الفتاة الى العنوان المذكور كان الوقت ظهرا سأل عن ابراهيم اجابه حارس بان الحاج في منزله وانه لا يخرج سوى وقت العصر وتفاديا لكل خطأ في هوية الشخص المطلوب قرر الضابط ان يتريث وينتظر آذان صلاة العصر لزم السيارة مع الفتاة في مكان يتيح مراقبة باب منزل ابراهيم بحسين لما رفع آذان صلاة العصر في مسجد مجاور شاهد الضابط باب المرآب ينفته وبعد دقائق اطلت منه سيارة فاخرة سوداء قالت الفتاة انها سيارته لما ظهرت السيارة كاملة قالت انه هو اذاك استوقفه الضابط كانت ردة فعله انثار في وجهه قال له مهددا انه سوف يعلم مع من يتعامل كان الضابط الهيلوتي قد امر اعوانه باعتقال الرجل واقتياد السيارة الى مقر ولاية الامن كان الستيني ذو اللحية الكثة التي غزاها الشيب بانتظام بديع يتوعد الضابط باوخم العواقب لانه يتهم بالفساد رجلا ورعا ومن الشخصيات المعروفة باستقامتها في المدينة في جملة الامثال الفرنسية ان اللباس لا يصنع الراهب امر بتفتيش السيارة تفتيشا دقيقا عثر بها على بضع شعيرات لانثى لما قرنت بشعيرات من رأس الهالك نورا اتضح انها شعيراتها كان الستيني ينكر ما ينسب اليه وكان الضابط الموكل اليه التحقيق يعلم ان التسجيل الصوتي غير كاف ولذلك لما ثبت ان الشعيرات لنورا ايقن ان الطوق يشتد الان حول رقبة ذي اللحية الكثة اخذت من دمه عينة لمقارنتها بالسائل المنوي الذي تم اكتشافه على جثة نورا جاءت النتيجة تؤكد ان السائل له لما ايقن ان امره انكشف قال ان نورا استسلمت له بمحض ارادتها حسب ان ذلك سيخفف عنها نسي ان القانون حامى القاصرين تمت احالته على النيابة العامة لتغريره بقاصر وارتكابه جناية اغتصاب ادت الى الافتضاد واقترنت بجناية قتل